بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم أبنائي وبنات الطلاب في درسنا لهذا اليوم أنا وأنتم نتعرف على الدرس الخامس عشر عمليات تشكيل سطح الأرض الباطنية عمليات تشكيل سطح الأرض الباطنية وهو أبنائي وبنات الطلاب امتداد لما أخذناه في الدرس السابق الذي تحدثنا فيه عن نظرية ممتازين أو النظرية أو نظرية الصفائح التكتونية في هذا الدرس أبنائي وبنات الطلاب أنا وأنتم نتعرف على العوامل التي تؤثر في تشكيل سطح الأرض هناك عاملين سواء كانت حركة باطنية أو حركة خارجية أبنائي وبنات الطلاب في هذا الدرس نتعرف عن العوامل التي تؤثر على شكل سطح الأرض من خلال عمليات باطنية تحدث فيه أبنائي تقسم هذه العوامل المؤثرة والمغيرة لشكل سطح الأرض إلى مجموعتين أبنائي وبنات الطلاب عمليات باطنية وعمليات خارجية إذن لدينا شكلين أو مجموعتين أو نوعين من العمليات التي تؤثر على شكل سطح الأرض باطنية وخارجية إذن باطنية وخارجية أولاها العمليات الباطنية كما ذكرت لكم في بداية هذا الدرس أن العمليات الباطنية هي امتداد أو لما تعرفنا عليه في الدرس السابق من خلال نظرية الصفائح التكتونية لماذا سميت بالعمليات الباطنية أبناء وبنات الطلاب أحسنتم لأنها صادرة من باطن الأرض لأنها صادرة من باطن الأرض وعادة ما تكون ممتازين بطيئة أي بمعنى لا نلحظها ولا نشعر بها بل نشعر بنتائجها أو نشاهد نتائجها التي حدثت قبل ملايين السنين إذن العمليات الباطنية ليست عمليات سريعة أو سريعة الحدوث تؤدي أو تغير من شكل الأرض بل هي عمليات تحدث ببطء شديد مثل ماذا؟ مثل الالتواءات والانكسارات أخرى كما ذكرت لكم هناك عمليات سريعة كالزلازل والبركين أيضا تؤثر في شكل الأرض إذن أبناء وبنات الطلاب لدينا العمليات الباطنية بطيئة وسريعة البطيئة مثل ماذا؟ الالتواءات والانكسارات وتعرفنا على بعض نتائجها في الدرس السابق السريعة مثل الزلازل والبركين التي يحدث معها تغير سريع لشكل الأرض وهذه المجموعة من تشكيل من العمليات والأحداث التي تشكل وتغير سطح الأرض تنشو كلها طبعا أبناء وبنات الطلاب بأمر من الله تؤثر على المظاهر التضاريسية الرئيسية لشكل الأرض العمليات الباطنية البطيئة إذن لدينا سريعة وبطيئة أولاها أو نتعرف على البطيئة هذه ناتجة من حركة الصفائح التكتونية التي تحدثنا عنها في الدرس السابق هي ناتجة عن حركة الصفائح التكتونية وهي عمليات بطيئة تحدث أو نشاهد نتائجها لما حدثت قبل ملايين السنين تؤدي إلى ارتفاع عندما تحدثنا أبنائي حينما تحدثنا عن التقاء صفيحتين قارريتين أو صفيحة قاررية بصفيحة محيطية ماذا ينتج عنها؟ هي نفس الحركات أبنائية التي تغير سطح الأرض بصورة بطيئة الحركات البطيئة هي على نوعين الأولى الالتواءات والثانية الصدوع أو الانكسارات إذن الأولى الالتواءات الثانية الصدوع والانكسارات الالتواءات ما هي؟ هي نتيجة لالتقاء صفائح تكتونية وحدوث حركات أفقية حركات أبنائي وبنات الطلاب أفقية ناتجة عن ماذا؟ عن طبقات رسوبية أو متحولة مع طبقات أقل منها أو أشد منها صلابة تؤدي إلى التواء إذن يؤدي التقاء الصفائح التكتونية إلى حدوث حركات أفقية ينشأ عنها ثاني للطبقات الرسوبية الرسوبية هي الطبقات الأقل كثافة أو بمعنى أبسط الأقل صلابة يؤدي إلى التوائها وثنيها أو طيها وقد أدى انثناء الإرسابات وتكوين الطيات الالتوائية في الزمن الجيولوجي الثالث إلى ظهور السلاسل الجبلية الكبيرة أبناء وبنات الطلاب كجبال الروكي والجبال الألب والهملايا وجبال أطلس إذن حنما تلتقي صفيحتان إحداهما صلبة والأخرى أقل صلابة وأقل كثافة يؤدي إلى التواء فينشأ عنها الجبال أحسنتم ينشأ عنها مثل جبال الروكي والإنديز وجبال الألب كلها أو جميعها هي عبارة أو ناتج عن حركات التواء الصدوع والانكسارات يقصد بها أبناء وبنات الطلاب هي الطبقات التي تحدث أو الحركات التي تحدث بين طبقات شديدة الصلابة أيضا ولكن تختلف عن الإتواءات أن هذه أبناء شديدة الصلابة وهذه أقل كثافة هذه الأقل كثافة أبناء حينما نثني قطعة من المعدن صلبة يصعب علينا ثنيه قد تنكسر ولكن إذا كانت أقل كثافة تنثني معنى أبناء وبنات الطلاب هي كما يحدث للطبقات اللينة أو الأقل كثافة وما يحدث من إنكسار في الطبقات الصلبة أبناء وبنات الطلاب نلاحظ أبناء في الالتواءات والانكسارات الالتواءات إذا كانت الطبقات لينة حينما تحدث عملية الضغط ينتج التواء الانكسار حينما تكون الطبقات صلبة يحدث ماذا؟ انكسار بهذا الشكل على عكس ما يحدث في المناطق الأقل صلابة والأقل كثافة إذن العمليات البطيئة تحدث على شكلين أو صورتين التواءات وصدوع وانكسارات الالتواءات حينما تكون هناك طبقات لينة تتصادم أو تتعرض إلى ضغط شديد يحدث معها التواء الانكسار حينما يكون ضغط على طبقات شديدة الصلابة يحدث معها انكسار كما هو موضح أبنائي لديكم في الكتاب إذن قبل قليل كانت العمليات البطنية البطيئة العمليات البطنية الفجائية هي التي تحدث في مناطق الضعف في القشرة الأرضية إذن المناطق التي تحدث فيها عمليات فجائية وعمليات سريعة هي مناطق ماذا؟ الضعف في القشرة الأرضية على عكس ما يحدث في العمليات البطيئة إذن العمليات البطنية الفجائية هي في مناطق الضعف من القشرة الأرضية حيث يحدث بعض التغييرات المفاجئة وتؤدي قد تؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض أو تصدع في سطح الأرض ويكون تأثيرها واضحا وسريعا ولحظيا أبنائي فمن ذلك الاهتزازات أو اهتزازات التي تحدث ناتجة عن الزلازل ويؤدي ذلك إلى تهدم المنازل وتغير أشكالها وأيضا هلاك الكثير من الحيوانات والناس أيضا هذه من النتائج التي تحدث من الحركات أو العمليات البطنية الفجائية المتمثلة في الزلازل والبركي الزلازل هي من الحركات البطنية الفجائية تعريفها هي هزات سريعة تصيب أجزاء من القشرة الأرضية الضعيفة لا بد أن ننتبه أبنائي ونعرف أنها هي مناطق ضعيفة في مدة قصيرة قد تسبقها بعض الظواهر أو بعض الظواهر كالأصوات التي تحدث في باطن الأرض ومن باطن الأرض قد يحدث أيضا رحيل بعض الطيور ونباح الكلاب عزكم الله وهذه ما يسبق عادة حدوث الزلازل والنقطة التي يحدث فيها الزلزال تكون على عمق عادة ما يقارب الستمائة كيلو متر وهذه المنطقة التي يحدث منها الزلزال تسمى البؤرة الزلزالية لو سألتكم أبناء وابناء الطلاب ما هي البؤرة الزلزالية هي المنطقة التي تكون عادة أو تكون هي مصدر الزلازل ويسمى المركز السطحي للزلزال هي المنطقة التي حدثت فيها الزلزال كلما قل العمق أبناء وابناء الطلاب ماذا يحدث؟ كان الزلزال أقرب إلى سطح الأرض وأشد تأثيرا بمعنى أنه كلما ابتعدت البؤرة الزلزالية عن سطح الأرض وعن القشرة الأرضية كان تأثير الزلزال أبناء وابناء الطلاب قليلا نوعا ما وكلما اقتربت البؤرة الزلزالية من القشرة الأرضية أصبح تأثيرها ماذا؟ مدمرا وتأثيرها قويا وتأثيرها في تشكيل سطح الأرض أكبر كما أن طبيعة المباني وعدد السكان وساعد حدوث الزلزال تسهم في زيادة الأثار المدمرة للزلزال فالمباني المقامة على أراضي صخرية وأساساتها قوية أبناء وابناء الطلاب قد لا تتأثر بالزلزال كالمناطق المبنية أو المباني المبنية على الأراضي اللينة وأيضا أبناء كلما زاد عدد السكان قد يؤدي إلى زيادة في زيادة الخسائر في الأرواح البشرية وكلما قل عدد السكان وابناء وابناء الطلاب قلت الخسائر البشرية وإذا حدث أيضا هذا الزلزال في الليل أو في وقت الناس نيام يؤدي أيضا إلى زيادة في الخسائر البشرية وتعد الزلازل من أكثر الكوارث تأثيرا على الإنسان لماذا؟ ممتازين أحسنتم لأنها تحدث بصورة مفاجئة تأثيرها وخطورة الزلازل لأنها تكون بصورة مفاجئة وهذا ما ينتج عنه الكثير من الخسائر وكلمة زلزال الأبناء مخوذة من فعل زل أي تحرك وهو تحرك أو انزلاق لبعض طبقات الأرض في المناطق كما ذكرنا في المناطق الضعيفة وهي مناطق الصدوء والفواصل بين القارات كما ذكرنا أبنائي أنها مناطق ضعف أو ضعف في القشرة الأرضية وهي نتيجة الانزلاق أو الصدام أو الصدام لهذه الصفاحة التكتونية يتولد عنها موجات زلزالية تنتشر في جميع الاتجاهات وتصل سرعتها الزلزالية إلى 9 كيلو متر في الثانية إلى 9 كيلو متر في الثانية وأبنائي هو أول جهاز الذي يقيس قوة الزلازل أو طريقة عمل قياس الزلازل هو جهاز السيسمو أغراف الجهاز الذي يقيس الزلازل جهاز السيسمو أغراف إذن لو نلاحظ الصورة أمامنا هي زلزال سطحي بعيد عن مناطق أو عن المدينة تأثيرها يكون ضعيفا زلزال عميق بعيد عن المدينة تأثيرها أقل مما هو عليه في رقم واحد زلزال نلاحظ ها ممتازين إذن زلزال بؤرته قريبة يكون عادة قوي إذا كان قريبا من المدينة البؤرة الزلزالية نلاحظ هي قريبة من المدينة التي باللون الأحمر إذا كانت بعيدة عن المدينة البؤرة الزلزالية يكون تأثيرها أبناء لها تأثير ولكن أقل تأثير من رقم ثلاثة إذن هذه قريبة من سطح الأرض ولكن ذات تأثير ضعيف أو ذات نتائج مدمرة وهي بعيدة عن سطح بعيدة عن المدينة هذه تأثيرها قوي رقم اثنين رقم ثلاثة هي قريبة من المدينة والبؤرة الزلزالية قريبة من المدينة فيكون تأثيرها ممتازين قوي رقم أربعة البؤرة الزلزالية بعيدة عن المدينة ولكن ذات تأثير لأنها تكون أسفل المدينة أبنائي وبناء الطلاب نلاحظ هذا التوزيع الزلازل والبركين على جميع قرات العالم نلاحظ أنه عبارة عن شريط متصل مع بعضها البعض وهو أو هي مناطق ضعف في القشرة الأرضية نلاحظ بعض الآثار كما حدث في زلزال الهيتي وتأثيره المدمر على قصر الرئاسي وأيضا تأثيره أيضا على مبنى الأمم المتحدة أبنائي كيف تقاس الزلازل الزلازل البسيطة التي لا يشعر بها الإنسان ترصت كما ذكرت لكم عن طريق جهاز يدعى أو يسمى باستسمه إغراف هذا الجهاز يستطيع أن يقيس الهزات الزلزالية الضعيفة التي لا نشعر بها هو أو يستطيع هذا الجهاز وأيضا يقيس الزلازل القوية الزلازل أبناء وبناء الطلاب إذن الزلازل نقيسها عن طريق جهاز السسموغراف ويغرف هذا الجهاز كما ذكرت لكم السسموغراف من خلال هذا الجهاز نستطيع معرفة موقع الزلزال وعمق الزلزال أو البؤرة الزلزالية وزمن حدوث البؤرة الزلزالية أبنائي وأيضا قوة الزلزال إذن من خلال جهاز السسموغراف نستطيع أن نتعرف على موقع الزلزال وعمق الزلزال وزمن حدوث الزلزال وقوة الزلزال حيث وضع العالم رختر التي عادة ما نسمع القياس الزلزال أو مقياس الزلازل على مقياس رختر هو العالم الذي وضع معادلة لحساب قوة الزلزال وهو مقياس مفتوح ليس له حدود ولكن أكبر الزلزال قد يحدث هو بمقياس تسع درجات وفق مقياس رختر وفي المملكة العربية السعودية تتولى هيئة المساحة الجيولوجية مهمة الأرصات أو الرص الزلزالي وفيها مركز للرص الزلزالي ليتابع ما يحدث من حركات أو هزات زلزالية البركين تعريفها هي هذه ثاني الحركات الباطنية السريعة الأولى الزلازل الثانية البركين هي فتحات في القشرة الأرضية تصل باطنها أو تصل القشرة بالباطن إذن هذه الفتحات هي التي تصل القشرة الأرضية بباطنها ويؤدي ذلك إلى خروج المصهرات والمقذفات والغازات من باطن الأرض البراكين أبنائي تقسم إلى ثلاثة أنواع حسب قوتها ونشاطها إذن البراكين تقسم إلى ثلاثة أشكال أو ثلاثة أنواع حسبا لنشاطها وقوتها أولى هذه الأنواع الثائرة والهادئة ممتازين والخامدة إذن ثلاثة أنواع ثائرة هادئة خامدة يقدر عدد البراكين الثائرة أو النشطة في العالم بما يقارب الخمسمائة بركان وكلها في المحيط الهادئ ما هو التفسير العلمي لحدوث البركان أي كيف تحدث البراكين كما ذكرنا أن الزلازل والبراكين كلها تحدث في مناطق أحسنتم في مناطق ضعف القشرة الأرضية من خلالها تستطيع المواد المصهرة والغازات المتكونة في باطن الأرض إلى الخروج إلى أو إلى الخروج على خارج باطن الأرض إلى سطح الأرض إذن عبارة عن أو تحدث هذه الزلازل كما ذكرت لكم في مناطق الضعف في القشرة الأرضية من خلالها تستطيع المواد المصهرة الخروج إلى أو خارج باطن الأرض قد تكون بصورة ضعيفة أو بصورة مروعة وقوية وذات قوة هائلة البركين أبناء وبنات الطلاب كما للزلازل آثار وتأثيرات أيضا للبركين أبناء وبنات الطلاب تأثيرات ونتائج أولى هذه الآثار تكوين الجبال البركانية ولذلك هنا أو هناك أمثلة أبناء وبنات الطلاب للجبال البركانية كجباء أو كجبل كينيا وكلم جار الهضاب البركانية كهضبة الحبشة وهضبة الدكن البحيرات المستديرة مثل بحيرة أفينوس في إيطاليا أيضا تكوين الجزر البركانية كجزر هواي في المحيط الهادي أيضا ظهور بعض المعادن من باطن الأرض لماذا؟ لأنها تخرج من باطن الأرض خصوبة التربة هو ناتج من الرمات المتطاير من البركين هذا يؤدي إلى زيادة في خصوبة التربة نلاحظ هذه صور للحمام والمقذوفات والمصهورات البركانية الخارجة أو الناتجة عن ثوران البراكين إذن أبناء وابناء الطلاب في هذا الدرس تعرفت أنا وأنتم على الحركات الباطنية التي تحدث في باطن الأرض وهي على شكل حركات بطيئة وحركات سريعة وتعرفت أنا وأنتم على حركات البطيئة وتعرفت أنا وأنتم أيضا على الحركات السريعة وبذلك أبناء وبنات الطلاب ننهي درسنا لهذا اليوم شاكرا ومقدرا لكم تفاعلكم مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح